نظم حزب الحركة الوطنية المصرية مؤتمرا بمدينة المنصورة لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي شهد المؤتمر حضور عدد من الشخصيات العامة وحشد من المواطنين حيث أكد الحزب أن الدولة تحت قيادة الرئيس السيسي تواصل جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة وتدعم القضية الفلسطينية بكل السبل ندعو كافة شباب مصري لمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة الموزم عقدها لحده الاثنين والثلاث القادمين عشر وحداشر واثناشر اللي جاي وندعو كل الشعب المصري لمشاركة في الانتخابات دي في ظل تحديات وظروف إقليمية تشهدها الدولة المصرية النهاردة احنا جايين نقول كلمتنا احنا مصريين احنا قدام العالم هنقدر وهنزبت للعالم قد اي احنا قادرين والمصريين دول عظام من طبيعتهم فالنهاردة نزلين بكل حجد وكل قوة هنقف نصطفة امام اللي جان مش محتاج حد يقولنا ننزل لا احنا هننزل لاننا عارفين بلدنا محتاجانا دلوقتي بندعم السيد الرئيس عفتاح السيسي لفترة قادمة بمناسبة الامن والامان وانا بقول للشباب خلي عندكم امل فبكرة وانزل يشتغل وبكرة احسن من النهاردة احنا بنؤيد وبنبايع الرئيس بكل الحب وكل اخلاص وكل التقدير عشان يستكمل المسيرة اللي هو بدأها بالعطاء والبناء واحنا معاه واحنا وراه وحنؤيده بكل قوة وان شاء الله الحزب وراه في كل حاجة شكرا